مصر النهاردة بنحلم لمقرأ المجلس الاعلى لقوات المسلحة بعت النهاردة رسالة شدت فيها على انه لا تهاون مع اي محاولات لزرع الفتنة بين ابناء مصر مسلمين واقباط المجلس وجه التهنئة للشعب المصري والاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد متمنيا ان يعيده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والبركات وان يحفظ لهذه الامة نسيجها الوطني القوات المسلحة كمان او عناصر الشرطة العسكرية قالت ان هي عثرت في منطقة شرع المرغاني في مصر الجديدة على شنطة حريمي فيها مبلغ من المال وبعض المتعلقات الشخصية وعثر رجال الشرطة العسكرية كمان على سيارة ماركت اوبل فوق كبري العاشر من رمضان بطريق مصر الاسماعيلية عند علامة كيلو واحد وعشرين وان على اللي يتعرف على الحاجات اللي احنا قولها دي دلوقتي يتصل بإدارة الشرطة العسكرية على الرقم اللي حيطل على الشاشة وهو رقم اتنين وعشرين تلاتة وستين أربعة وخمسين ستاشر اخبار الرئيس السابق ونقله الى مستشفى سجن تورا اخر هذه الاخبار ان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام امر النهاردة بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك الى مستشفى مزرعة تورا وكلف وزير الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات الطبية اللازمة وابلغ بذلك كتابة اللواء منصور العسوي وزير الداخلية وامر بنقل الرئيس السابق لاحد المستشفيات العسكرية حتى يتم تجهيز المستشفى الخاصة بسجن مزرعة تورا واوضح المتحدث الرسمي للنيابة ان النائب العام تلقى من الدكتور السباعي احمد السباعي كبير الاطباء الشرعيين اليوم الاحد تقريرا عن حالة مستشفى السجن لبيان مدى امكانية نقل الرئيس السابق اليها لتنفيذ امر الحبس الاحتياطي وكذلك الانتقال الى مستشفى شرم الشيخ لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان الحالة الصحية له وامكانية نقله لمستشفى السجن افاد ايضا الدكتور السباعي احمد السباعي للنائب العام ان المستشفى سجن تورا لازالت تحت الانشاء وانها عبارة عن مجموعة غرف خالية تماما من الاجهزة الطبية وكذلك انه لازالت المستشفى تحتاج للمزيد من المستلزمات حتى يتم دخول الرئيس السابق لها وهناك كذلك صناديق لم يتم تركبها او تشغيلها زي ما الخبر بيقول وتحتاج لمدة زمنية تصل لاكثر من شهر لتركيب الاجهزة بالمستشفى وخاصة غرفة الرعاية المركزة اثبت برضو كبير الاطباء الشرعيين في الخبر انه يمكن ان تستقبل حالات الرعاية بشرط استكمال الاجهزة ببعض الادوات الطبية اللي اثبتها الدكتور في التقرير يعني الحالة بتستدعي مجموعة اجهزة طبية تكون موجودة في غرفة العناية المركزة وده لسه مش موجود وهياخد شهر زي ما الخبر بيقول وتم توقيع الكشف الطبية على الرئيس السابق وتبين ان الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة ولكن بالعلاج الدوائي ولا يوجد ما يمنع امكانية نقل الرئيس السابق الى مستشفى السجن بشرط ان يتم تجهيز هذه المستشفى اضاف ايضا المتحدث الرسمي للنيابة العامة انه قام اليوم بارسال خطاب الى وزير الداخلية لاتخاذ اجراءات بنقل الرئيس السابق الى احد المستشفيات العسكرية مؤقتا مع اتخاذ جميع الاجراءات الطبية لملاحظة الحالة الصحية للرئيس السابق وتوفير العلاج وطبعا تعيين الحراسة اللازمة على الرئيس السابق وتجهيز الامن اثناء انتقال الرئيس السابق لاحدى المستشفيات الطبية العسكرية فيما يتعلق بما يختص بافراد عائلة مبارك وتحقيقات الجارية مع افراد عائلة مبارك كون اسمعنا خبر في اليومين اللي فاتوا عن ان جهاز الكاسب غير المشروع هيستدعي زوجتي علاء وجمال مبارك امام جهاز الكاسب غير المشروع للتحقيق معهما ولكن النهاردة اكد المستشار عاصم الجهري رئيس جهاز الكاسب غير المشروع النهاردة اكد تأجيل الاستماع الى اقوال هايدي راصخ وخديجة الجمال زوجتي علاء وجمال مبارك فيما يتعلق بتضخم ثروتيهما الى الاسبوع المقبل لأسباب امنية مصادر مصر النهاردة اكدت ان في نوع من الالأ الامني من عدم السيطرة على الحالة الامنية امام الجهاز في حال انهم فعلا توجهوا يوم الثلاثة اللي جاي زي ما كانت قال لجهاز الكاسب غير المشروع لان اعداد الناس اللي هتبقى وقفة هتبقى اضعاف اضعاف الناس اللي كانوا موجودين اثناء جلسات التحقيق مع عزمي والشريف ولان زوجتي علاء وجمال مبارك كمان هم اول فردين من اسرة الرئيس السابق بيتم التحقيق معهم في وسط القاهرة بمعاد معلن على العكس مبارك اللي تم التحقيق معاه في مستشفى شرم الشيخ طيب احنا بعيدا عن الاخبار وصلنا دلوقتي ديان يعني يسمحوا ليها قراءة لحضراتكم زي ما هو مكتوب تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن القاهرة من احباط محاولة هروب لعدد من المسجونين المدعين بسجن الاستئناف دائرة مركز قسم شرطة الدرب الاحمر على ذمة قضايا واحكام مختلفة وعديدة حيث قاموا باحداث اعمال شغب داخل السجن ومحاولة لتحطيم ابواب السجن في محاولة منهم للهروب منهم وقد قامت القيادات الامنية باسداء النصح للمسجونين وذلك للعدول عن محاولة الهروب الا انهم استمروا في اعمال الشغب وقاموا ايضا بتحطيم مراوح السقف الموجودة بغرف السجن وذلك لاستخدامها في الاعتداء على القوات المعنية لتأمين السجن من الداخل الامر الذي دفع الاجهزة الامنية للتعامل مع هذه الواقعة بحسن حيث انذرتهم لعدة مرات قبل التعامل معهم باستعمال قنابل الغاز حتى تمكنت من السيطرة عليهم بالكامل ولم يتمكن احد من الهرب ونتج عن ذلك وفاة احد المسجونين ويودع عبدالرحمن عبداللطيف محكوم عليه في القضية رقم 9415 القضية كانت قضية مخدرات المطرية بالسجن وكان محبوس لمدة عشر سنوات مختنقا مات مختنقا بالغاز وتم ايضا اصابة ستة اخرين باصابات بسيطة وتم نقلهم الى مستشفى السجن وذلك لاتمام علاج المصابين تم اتخاذ كذلك اجراءات قانونية وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بشأن هذه الواقعة الحمد لله انه تم حسم الامور وتم احباط محاولة الهروب من السجن يعني كل الشكر للاجهزة الامنية انها بتقوم بشغلها على اكمل الوجه دلوقتي احنا عشان نعرف اكتر تفاصيل هذا البيان وتفاصيل الخبر ونستوضح الصورة هينضم لنا دلوقتي اللواء نزيه جدالة مساعد وزير الداخلية للسجن مساء الخير يا فندم مساء الخير وعش الله ومساعد سيدة المشاهدين بكل خير سيدة اللواء مبدئين ياريت حركة تقول لنا يعني حركة حضرت اللي حصل يعني حركة تقول لنا ايه اللي حصل كده باجاز يعني زي البيان الموضح يعني الكلام ده كان حركة على الربعة عربها تقريبا وحالة الهياج الجماعة التي تابت بعض المساجين بسبب يعني عدم انطبق قانون الفراج بالعفو عنه بنصف المدة وطبعا الافراج بنصف المدة مش هنطبق على كل المساجين يعني كل من ينطبق عليه العفو بنصف المدة هنفرج عنه اللي مش هنطبق عليه هيكمل المدة وممكن يحصل العفو في مناسبات قادمة وهي قريبة جدا في شهر يوليو ان شاء الله بمناسبة 23 يوليو وبعد كده بمناسبة العيد الصغير والعيد الكبير يعني المناسبات عديدة يعني تم تبقى توجيه النصفة اليهم بمعرفة القوات التأمين من السجون ومدريت امن القاهرة ولم يمتسلوا وتمادوا وكانوا يعني في اتجاههم للهروب فاضطرنا للتعامل معهم وفقا للتدرج القانوني في التعامل ولو يصيب عدد منهم وتوفى واحد وان شاء الله احنا نتمنى ان يتكرر هذا المشهد في التجون الاخرى لان اي خروض على القانون يواجه بكل حجم وبكل شدة وبإطار من القانون سيد اللواء ما هي يعني عايزين نطلع على الاجراءات المتابعة في حالة حدوث مثل هذا الهياج بين المسمونين اللي بيتابع اللي بنوجه اليهم النصفة والارشاد بمعرفة الكاب الضباط المتواجدين في المكان وبنتحور معهم وبنحاول نطلعهم لكن بيتمادوا في الغاي بتاعهم فبنضطر بعد كده ان احنا نستخدم القنابل المسيلة للدموع في محاولة على الهياج الجماعي ومحاولة طبعا على تكتير الأجواب والزنازين والشباريت علشان محاولة لهم إذا لم ينطعوا بنستخدم الأساح الخرطوش في الهواء في بدء الأمر علشان برضو ردعوهم إذا لم يرتدعوا فبنضطر نستخدم الراش في الأقدام يعني بنحاول بالأقدام عشان ما يحصلش وفيات أو وصابات كثيرة طيب سيادة اللواء كان معنا خبر من لحظات بيتكلم عن إمكانية نقل الرئيس السابق لمستشفى سجن تورا والخبر كان التفاصيل بتقول أن المستشفى غير جاهزة في سجن تورا لاستقبال الحالة الصحية للرئيس السابق وأن الموضوع هيستمر لمدة شهر يعني عايزة أخذ التفاصيل الحقيقي من حضرتك إذا فعلا المستشفى سجن تورا يعني غير مجهزة لاستقبال الحالات الحارجة ولا يوجد بها غرفة عنية مركزة أو أجهزة للحالات الحارجة وأي مسجون بيصاب داخل السجن ممكن هذا المستشفى يعالجه كإسعافات أولية أو الحاجات البسيطة الحاجات الجراحية البسيطة أو الإسعافات البسيطة لكن إذا حالته اتدعت أكثر من إمكانيات المستشفى فبنضطر ننقله إلى إحدى المستشفيات العامة أو الجامعية بعد موافقة معالي المستشار النائب العام طيب استعداد غرفة العناية المركزة يعني الخبر بيقول أنه فيه أجهزة طبية المفروض تكون موجودة ويتم استكمالها وصناديق تابعة للأجهزة الطبية دي وممكن أنه يتم استكمالها في فترة زمنية معينة ده مش صحيح؟ يعني هي المستشفى يعني غير جاهزة حاليا لكن لو طبعا توصرت لها الأجهزة وده طبعا حاجات تقاريرها الجهات الطبية المختصة يعني طب الحالة الأمنية يا سيادة اللواء؟ الحالة الأمنية بالنسبة لسجن تورا يعني سجن مؤمن تأمين جيد جدا بمعرفة عناصر من القوات المسلحة والشرطة والحالة الأمنية للمستشفى يا سيادة اللواء إذا ما تم نقل الرئيس السابق لها؟ لا المستشفى مؤمن لأن السجن مؤمن والمستشفى داخل السجن فهي مؤمنة يعني ما بتحصلش حالة مثلا من طباعه في الأمن؟ الأمن الموجود حاليا يعني يكفي ويؤدي الغرض يعني القوات الموجودة حاليا تؤدي الغرض من التأمين وهي بقول لحضرتك من العناط المنطقة المسلحة ومن أجهزة الشرطة المختلفة من الممثلة في الأمن المركدي وممثلة في مضية أمن القاهرة وممثلة في قوات أمن السجون فالمكان مؤمن تأمين جيد جدا يعني لكن المستشفى حالته التطبية لا تسمى يتقررها الجهات التطبية لكن هو غير مجاهز حاليا لإستقبال حالات حرينية سيدة اللواء نازيه جدالة مساعد وزير الداخلية للسجون شكرا جزيلا لتوضيح الأمور يا فندن النهاردة كان في مظاهرات في احتجاجات في قرية بني قرة التابعة لمركز القصية محافظة أسيوت العشرات من الأهالي قطعوا مزلقان السكة الحديد والطريق الزراعي احتجاجا على رفض أصحاب المخابز أنهم يسلموا الخبز للوحدة المحلية عشان تقوم بدورها بإعطاءه للجان الشعبية عشان يسلموا للمواطنين رئيس اللجنة الشعبية بالقرية قال أن في مستودع دقيق وهمي بالقرية بيتسلم حصة قدرها 136 شكارة شهريا وبيقوم صاحب المستودع ده ببيع الدقيق في السودة فضلا عن وجود جمعية تعاونية على الورق بتتسلم حصص دقيق وما بتقومش بتوزيعها بدورها على المواطنين الخبر